مرحبا قال الشاعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد وقال أيضا جعان يأكل من زادي ويطعمني كما يقال كريم القدر مقصود هذا المثل ينطبق على مجموعة قصد تركنا الموضوع وسكتنا قلنا ماشي الحال الجماعة يحاربوا داعش هذا كلها بربغاندة مفهومة من جاب داعش ومن دفشها لداعش وليش دفشوها وليش بعدين حاربوها كلها ضمن لعبوا فيه بالثورة السورية لعبوا فيها لعب فضيع الهدف كان أن يوصلونا لهم يعني سياسة الإبقاء على الأسد لكي تموت سوريا لأنه المفروض يكون الأسد آخر رئيس سوري هذا هو المشروع العام فكي بدأ تموت سوريا تتعفن تتأسم تروح دول دولات وتركيا ياخد شقفة والكردي ياخد شقفة والعلوي ياخد شقفة والإيراني ياخد شقفة وإسرائيل تاخد شقفة والأردن تاخد شقفة هذا هو يعني البقاء على الأسد من أول الثورة أنا كنت بالحبس طلعت كانت أيمي تاشكو كانت مساعدة لجيرالد فورد إجتل عندي على البيت كانت تزورنا أسبوعيا قالت لي شوريا ياك بالوضع قلت لي راحة البلد خربت البلد لازم تدخلوا خربت البلد راحت عام 2011 الشهر 11 يعني إبعثنا للإدارة ما بدون يعمل شي المشكلة لدينا إنه في عندنا بالإدارة محامي وليس رئيس يعني قاتلي أنا ضميري عزبني كتيرا ما عاد فيه يتحمل ولاحق يطلع منه وفعلا انتقلت أخدوها على السفارة بإسبانيا فواضح كان البداية إنه لا يريدوا التدخل ما بدون يساعدوا بدون يتركوا سوريا تفوت بحرب تفوت بفوضى تفوت بالآخر كل هذه اللعبة نحن نفهمها نفهمها مصالح دول استعمارية ومصالح إلى آخر ما حدش سائل إلا عن شعب ولا شي ومشيت الأمور هيك ما يدعموا إلا الإسلاميين وما يعملوا أنا شفته لو مساعد العرعور بعمان قال أنا ما بدعم غير السلفيين يعني شغلة يعني ومصالي معهم بالهبل كلها بعلم الدول بعلم بعلم دول الخليج دول العربية وبعلم الدول الغربية وكله كان واضح يعني ماشي الأمور هيك وقوات لطلعت داعش حذرنا منع حذرنا منع راحوا عطوها سلاحة جيش العراقي كله وعطوها مصاري والهامرات اجيتوا منين طلعت هاي داعش مهم بعدين شو طلع بدهم من نورا داعش بدهم يدمروا السورات وبعدين هن يفوتوا يحرروا سوريا من الإرهاب عشان تصير السورة إرهاب كله هذا الحكي كله ما بيش فجأة ما بيعتمدوا إلا الكرد في محاربة داعش 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 لا شافوا شعيطات ولا شافوا البقارة ولا شافوا الطي ولا شافوا الجبور ولا شافوا حدا ما شافوا إلا المنظمات الكردية اللي منها يعرفون اللي الكردية ما بيعرفون جابوهن وعملوهن وعطوهن دولة وحطوا لهم هالجيش الذاكي وصاروا شو رفعوا اسمهم للسماء شو حاربوا داعش طيب مثل ما بتكون المهم صارت النتيجة في النهاية انه بلا شو يتصرفوا عساس شو انه هن الدولة صار اسمها روج آبا صار كذا وصاروا آخر شي يعطوهن يعطوهن السوري بطاقة وافد يعني العربي صار وافد دونيك شوفوا هذا الفيديو دوعدين منكمل فجأة وفي توقيت حارج للكثير من سكان دير الزور تصدروا الإدارة الذاتية قرارة بطاقة الوافد وهو قرار بإجبار كل شخص يحمل نفوس دير الزور باستصدار بطاقة الوافد للدخول إلى محافظة الحسكة ويجب أن تتضمن البطاقة أيضا كفيلا من أهالي محافظة الحسكة احنا مزارعين يعني احنا وقرائبنا وعمامنا بي من فلح بعامودة بي من فلح بالحسكة بي من فلح بالشداد يعني فلايح العذي هاي كل يات صار وقت الحصاد طيب شنون نروح نحصد شنون نجيب نحصوننا يعني بدي بدي أعمل بطاقة الوافد يعني لأ بطاقة الوافد بدنا كفيل يعني فوالله هي الإدارة الذاتية يعني يعني يعزلتنا يعزلت الدير لحال في البلد الواحد بل في منطقة واحدة تسيطر عليها سلطة واحدة تقسم بطريقة اعتبرها البعض عنصرية كون قرار قسد لإلزام سكان محافظة دير الزور بالحصول على بطاقة الوافد للدخول إلى محافظة الحسك في حين لا يلزم القرار سكان الحسكة بالحصول على البطاقة للدخول إلى دير الزور كل شهر يلزمني أدوية كل شهر أريد أروح أجيب كفيل من الحسكة ولا أروح أجيب أدوية ولا أراجع دكتور وانتو تعرفون الكل يعني احنا بدير الزور تقريبا الطب ما بيعندنا مقومات أو معدات للمشافي بشكل عام انه تخليك انت كمريض قلب تروح تسوي عمل جراحي ولا تجيب أدويتك المطلوبة ولا فبننا اضطر الروح الحسكة ولا على القامش انتو جاعد تنادون بالوحدة السورية فما بالك انت ما انت قدران توحد محافظتين وانت تدور يعني المفروض يشتغلون صح بلك بلك ترجع سوريا مثل ما كانت والتوحد تكون ايد وحد بعد صدور قرار الزام اهالي محافظة دير الزور بقرار بطاقة الوافد اطلق ناشطون حملة تستنكر قرار قسد تحت اسم اوقفوا بطاقة الوافد وطالبوا قسد بالعدول عن القرار الا ان القرار يبدو انه ما زال ساريا على كل الفئات حتى وان استدعى الامر حالة انسانية يعني بطاقة لاجئ احسن بطاقة وافد وافد ورقة هيك صغيرة ما اللاجئ منعطيك هوية منعطيك صورة منعطيك كذا مو هيك مو سوريا الديمقراطية اي الديمقراطية يعني عدالة مع الجميع يعني كردي بيجي من من قنديل بيفتل بسوريا والسوري بدي يفوت على بلده لك داخل محافظته بدي اخد بطاقة بدي اخد نشوفة يعني انتو اللي بلشتو انتم من بدأ يداك اوكتا وفوك نفخ ايه سمعتوا فهذا نحن كله هذا لعب لعب ولاد لعب لعب ولاد وما عمش كلي طالما الامريكا بديه هيك ما عمش كلي طولوا باك طلعوا بعدين بشغلات شو اسمه بشغلات ال الوثيقة الوثيقة الكردية الوثيقة الكردية وانه شعوب وانه نحن اذا عملتوا دستور يعجبنا منرجع وانه هاي المنطقة لح تبقى خيرات الاهلة ومدري شو هذا الموضوع كمان عملوا فكان يجب انه ننهي الموضوع حاجة يعني ليش حاجة لانه بنفس الوقت اللي تحركوا فيهن بنفس الوقت كانوا بالسويدة في دعوات في دعوات الى انه يعني يعملوا كمان شي مثلهم وكان فيه اتفاق انه يعطوهم مصاري يغرغوهم بالنفط يعني النفط السوري استخدم من قبل قسد لرشوة الشعب السوري من اجل تقسيم سوريا يعني اطفالنا عم تسع من البرد بالخيام وبالتلج والاخير وانت داير عم توزع لي النفط لهذا لهذا تشتري ولاقات وبدك تعمل صندوق للدروس تدعم انت انفصال للدروس وتبعت رشاوي لهذا وهذا وترشي ولاد المسؤولين التراك وترشي مدري شو وترشي الاخر يعني لتفسد انت وتفسد وتفسد غير ايلاسي دي ملاحظة للنفط بي ده خدم اني ونحن بالذات يعني بالجهاز عنا وادا القائد موجود يعني ابو زهير موجود عرضه اول عرض كان عشرة مليون حصا دولار وحصا من النفط كمان ليش مشان نسكت عمشروع تقسيم سوريا ايه فكان يجب ان نتحرك ليش لابن نتحرك لانه المشروع هذا دفشته ان ايران ايران شو بده ايران بدها تصير مذبحة كردية عربية بالشمال بدها تبرر للجيش التركي التدخل هذا اللي بده يصير يعني ما حيصير دولة كردية ما بس محولة بس لكي بتصير مذبحة وبدون يحرجوا الامريكان اللي طالعوه نزم مشروع ايراني روسي تركي لاخراج امريكا وتقاسم سوريا روسيا بتاخد دولة علوية تركيا بتاخد دولة اخوانستان بالشمال والتركي قاعد بالشمال عامل سياسة تريك وسياسة بدريشول يفرض حكومة تركمانية اخوانية الاخرية ويضم شافية من شمال سوريا بس ناطر روسيا تعلن عن الدولة العلوية وانت تعمل الدولة الكردية والدروزي عملوا الدولة الاسرائيلية وخلصت سوريا يعني هذا هذا المشاريع الموجود للأسف وايران بتاخد الباقي اسرائيل تاخد جائزة طردية دولة بالجنوب بالسويدا بالسويدا والجنوب سوريا خليها تموت سوريا شو المشكلة يعني 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 الشعب السوري شو بيصير فيه يعني بتصفى انها دولة غير قابلة للحياة اذا المشروع خبيث مش قضية العلاقة بحقوق الشعب الكردي ولا بقضية هلأ بالدنيا هلأ فجأة صحي وصار الدنيا عملوا دولة قومية كردية بعصر العالمة هذا مشاريع كلها مشاريع وهمية ومشاريع مصحيحة ومشاريع الهدف منها هو الإبقاء على حالة الفوضى إبقاء على حالة الفوضى وهذا خبس خبس فظيع نحنا من أول السورة بيقولونا يا أخي قبلوا بالفيدرالية نحنا منحلو لكم مشكلة بساعتين هكذا كان الحقيقي يعني فكرة أنه منعمل الفيدرالية بتصير دولة هشة نحنا عنا مليون مصيبة بسوريا ما بتنحل إلا دولة مركزية قرار مركزي اليوم عنا مليون مصيبة عنا جمع سلاح عنا مدريش عنا ميليشيات عنا ناس مهجرة عنا تغيير ديموغرافي كله هذا شو يحلو كل مشكلة حركوا فيه الكرد نفسه الخبز اللي حركوا فيه اليهود عملو لهم مزبحة بأوروبا وبدال ما يوقفوا المزبحة الهلوكوست يعني بدال ما يوقفوا عطوهم على الهلوكوست جديد بيعملوا غيرهم يعني على فلسطين روحوا على فلسطين راحوا على فلسطين ليستمر الهلوكوست تفضلوا هلأ الشعب اليهودي شو مبسوط يعني صروا مئة سنة عما يحارب ولسا بدوا حارب مئة سنة تانية يعني بيقولولك انه عطوهم حق الاكراد حقهم فيدرالية طيب هذا الشعب الفلسطيني اللي يأمنوا بأرضه بأرضه ما تعطوه يعني ما تعترفونه بحقه في الدولة سيفر بيعترف واحد لاجئ اجنبارح عطيه حقه كدولة وانت اللي كان على أرضه وعلى مدى الفين سنة ما له حق يعني هاي المعاهير مزدوجة معيبة صارت ما بدوا يحلوا مشكلة يعني المشاريع هاي ما بتحل ما بتحل مشاكل ما بتنهي يعني ما بتقوم دولة درزية دولة درزية يعني حرب في الجنوب مستمرة دولة كردية يعني حرب بالشمال مستمرة يعني حرب داخل ايران وداخل العراق وداخل وداخل سوريا وداخل تركيا يعني هاي المشاريع فهموا علينا جينا بعدين على انه هاي دي ارضنا التاريخية طيب ارضك التاريخية يا اخي القامشلي والحسكي لم يكن فيها حضر يعني بيوت مسكونة مأهولة كانوا فيها بدو نقق يترحل ويرعوا فيها فقط لم يكن فيها سكن حضري قبل عام 1926 كل هاي ناس اللي اجي تجديد ما ارض تاريخية ولا شي بق ارضنا التاريخية وعننا وسائق مظلوم عبد يعرف وكان حاضر اجتماع وآله قال نحن عنا اثباتات انه ارضنا التاريخية من 1500 سنة تمام تمام مسأله هو بيحكي يعني مسأله فأرضك التاريخية وروج آفا والعربي بده ياخد يصير وافد والهوية السورية ما بدكن ياها واسم العربية ما بدكن ياها والتركي مستني حتى يفوت على المنطقة والروسي عم يشتغل كمان يستغل شغلة الغزة وكذا بده يشتغل ليفرض حل بسوريا على كيف والاسرائيلي عاجبه والايراني كله شغال ونحن رحنا لدعوة دعوة رسمية غير المليونين شهيد وغير 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 فكانت الحل بسيط جدا كان يجب أن نحسم هذا الأوضو فأنا مستشار سياسي أنا من قائد القائد يجب يكون على أرض فأنا من قائد أنا مستشار سياسي أنا مسؤول عن أماني برقبتي سوريا سوريا لكل شعب هاي المشاريع الخبيثة كان يجب أن نحسم حسناها طريقة بسيطة أخي طالما أرضك التاريخية نحن كل شيء جديد عليها نحن قال لك فهي منذ عام 1920 منذ هذا العام كل شيء جديد نفوسه جديدة نعتبره هذا لاجب بده بده جنسية بيجي جنسية الدولة اللجأ إلى مهيك يعني أنا بروح على السويد بأخذ جنسية سويدي بصير سويدي أنا عربي مهيك بصير هون أنا سياسيا سويدي فأنت وقت لجيت على سوريا فأنت تاخذ جنسية الدولة السورية مهيك إذن أنت تخليت عند جنسيتك السياسية الأخرى ما بيجي اللاجئ بيفرض على البلد فقالنا لهم نرجع لسجلات 1920 لشغلة الغمر وشغلة صادر والأراضي وشغلة حرمونا من الجنسية وشغلة مدري شو كل هذا حتى نحسمه بشكل نهاي قلنا نرجع لـ 1920 ونرى مين جديد ومين ما جديد كل شي جديد على سوريا بعد عام 1920 يعتبر لاجئ إن كان فلسطيني ولا عراقي ولا تركي ولا أرمني ولا مين من كان كلنا دولي لاجئين اجوا على سوريا بدهم الجنسية بياخدوا جنسية اسمها جنسية العربية السورية جنسية سياسية بدهم يحتفظ بهويتهم قومية هذه حرية رأي وحريات عادية إليك حقوق إنسان إليك حقوق مواطن ما بدك تصطف يتخليك لاجئ فهذا الموضوع نحن الحسن بهذه الطريقة وما بعد في طريقة ثانية نحسمه فيها أنا ما عم أقول لك اطلع من أرضك ولا عم أقول لك شي عم أقول لك أنت لاجئ إليك حقوق لاجئ حقوق سياسية وتعمل لي مشاريع تنتهي إلى مزيد من المذابح حاجتنا كفاها الله يعني يعني لهذا السبب نحنا بجهاز محاربة الارهاب عمنا عالم جديد لسوريا بنجمة واحدة لننظم كل هذه الفوضى نحنا أمنا النجمتين حتى ما تطلعوا لي بمشاريع انفصالية ومشاريع مدرشو ومشاريع الأخيرة هذا العالم نجمة واحدة نحطم للدوار لأن تفهموا أنه سوريا لن تكون إلا موحدة ودولة قادرة تحسن طعمي ناسا طعمي أهله طعمي شعبه وتحسن تحل مشاكله وما تكون مشكله لأحدا من دول العالم فأنا عم بحكي لكم هيك يعني لحتى تكون واضحة الأمور بالنسبة لكم كلها بدكن يا أنا نشتغل لإعادة بناء سوريا بصير بدكن تقسموا سوريا وتتقسموها الأمريكي والتركي والروسي والآخير تقسموها أنتو دول عزمى وعم تتحارب وتقسموها بس إذا حسن اليهودي يفرض سلطه بجنين أو يفرض سلطه بجبال يا أنا أقول لكم يعني نحن عنا خيارات كثيرة عنا خيارات كثيرة وعنا أنتو في بيناتكن صراعات هائلة نحسن نشتغلها يعني ونأخذ حقنا في النهاية في النهاية في النهاية إذا طلع الجيش الأمريكي تستعميل هذا العنصر الموجود من مناطق شمال الفرقات مثل التيام ما بصفى شي يسموك الجيش التركي إذا بيطلع يعني تمام منطلعه ما تفكر تركيا حالة يعني أنه قادرة تحتل وقادرة والإيراني منطلع وإنتم تكون يعني هاشتغل هايدي المشكلة الكبيرة جدا اللي نحن عاني منها واللي نحن مسؤولين عنها وقت الاعتمد جهاز محاربة الإرهاب وكلفونا أنه نحن نمثل سوريا فنحن سنمثل سوريا بشكل صحي نحن كل مواطن سوري له حقوقه كمواطن أما تطلعون بمشاريع حقوق قومية وحقوق أقليات وحقوق مدرشو حقوق حقوق إنسان أهل وسهل فيك حقوق كمواطن مساواة أمام القانون وحقوق متساوية أهل وسهل فيك أما مشاريع سياسية استعمارية حاجة لماذا ممنوع إسرائيل تضرب إيران سؤال بسيط لماذا ممنوع إسرائيل تضرب إيران لا ما يصير تضرب إيران ما يصير ضرب كيماوي ما حكيتم معه ذلك صدام حسين ما عنده كيماوي راح ضرب يعني في معايير كتير مزدوجة ومؤسفة للأسف أنا بحكيها دائما وبقول إنه لا يمكن الدول إلا سلطة مركزية طوية وقادرة وإذا نشتغل معكم أهلا وسهلا لا تستطفلوكم نحنا ما عنا شي نقصر يعني حاجة يتفشوا علينا هادو 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 وعملوا هاي وعملوا هاي نحنا لا نسمع إلا مهصل لحيط الشعب السنو فقط ونقطع السطر الكردي اللي هرب من قسد أكتر من اللي هرب من داعش اللي هربوا من مناطق شمال شرق الفرات اللي هربوا من هديك المناطق بعد أن حرروها من داعش من الكرد أكتر من اللي هربوا قبل لأنه وقت فات الداعش ما قربت على الكرد ولا قربت على القبائل رايح على شغلة هادو هادو هاي كان ميليشيا بتفرض تجنيد اجباري وبتاخد مدرش وبتاخد أطفال وبتاخد يعني اللي طفش الكرد دنيا ديك نحن مواطن سوري أهلا وسهلا فيك تطلعلي بمشاريع سياسية وكذا والآخري إذا ما كنت لاجئ عملت صفل بس مو نحن اللي عملنا سوريا اللي عملها هو الجنرال غورو اللي صنع سوريا بحدود هذه الحالية الجنرال غورو لنحن مو مسؤولين عن جريم ارتكب ارتكب غورو عرفتوا كيف مو أنا ولا أبو زهير ولا واحد من اللي عايشين هلأ ارتكب الاستعمار الفرنسي الدريطاني اللي هو ارتكب جريمة كمان هولوكوست جديد للشعب اليهودي والشعب اليهودي اللي هلأ ما عم يفهم انه هني عم يدفعوك لا تكون لاستمرار الهولوكوست انت مفروض تحط ايدك بيد الشعب العربي تعد انت بياه لانه انت تاريخيا ابن عمه هذا اللي عم نحكي اما والله يجي يقول لي انه هاي دي منطقة ارض تاريخية تفضل فأثبت انك انت منك 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 لاجئ أثبت انك انك انت منك بمشروع خبيث مشروع استعماري خبيث مشروع تقسيمي مشروع سرطاني بحطولك المراد وبيعالجوك بعدين بدواء يسممك اكتر اكتر من المراد هذا هو هذا اللي اللعب فينا جابوا بيت بيت الاسد على السلطة وهلأ شوه صار احنا ما بدنا الاسد ليه ما بدك ما تشيله طيب ما بدك يا شيله ما انت اللي جبته جبته مين جابه لبشار موجاك شراك جابه ومين جاب قصاد ومين عمله ومين صنعه كانوا واحدين كل ياتهم بعين عرب بقيانينها كم واحد مين اللي عملهم دولة كاملة ومين مو جيش الامريكي لا فهي المشاريع انا لا اقبل بها هاي المشاريع يجب حسما لمصلحة الكرد اولا ولمنع حدوث مجازر ولمصلحة شعوب المنطقة كلها انها تتعالج الامور بطريقة اخرى بتكون حدود سايكس بيكو تكون تحافظوا عليها ما بتكون ياها خلينا نحنا نوحدها من الخليج العربي الى المحيط الهادري ما عنا مشكلة تسحبوا يدكن وشوفوا كيف هاي الشعوب بتتوحد وبتقوم دول وبتقوم بدرشوتهم وتقوم دولة كردية شو هاي مشكلة يعني بتقوم دولة كردية اليوم انا بسترجع رباء اسكندرون وبسترجع كيليكيا وبسترجع غازي عنتاب وبتوحد مع العراق وبتوحد مع انا تقوم نشوف انا ما بخسر كعربي ما بخسر اما انتو اللي بتخسروا انتو اللي بتكون هيك بتكون هذا البسكوت تفضلوا بكرة بدناعمل فيدرالية بصير فينا متل تكساس كل ما واحد يعني يغلس على النفط او ينزل شوية بصير بدو يمفصيل حلا بقى وهذا بدو يمفصيل هذا بدو يطلع هذا ما عاجبه هذا مدري شو فشلت احنا مغير شي مصيبة عنا مليون مصيبة بتا عشرين سنة عمل دقوب مركزي منظم مقطط على مستوى الوطن لحتى نحسن نبني حالة شعب وحالة دولي ايه ما بتمشي الحال معناه هيك نحن فتكون تختاروا انتو اما انه نستمر كجهاز محاربة ارهاب مسؤول عن وحدة سوريا وسلامة اراضية وفقا للقانون الدولي وقرار مجلس الامن وقرارات وبيانات سوتي وتتعهد كل الدول بسحب القوات الاجنبية وزرائعها او انه بتكون تعملوا مشاريع ومدري شو الاخر يلعبوا نقول احنا منلعب فيه عندنا كتير وسائل وعندنا كتير اوراق نلعبا منها التحالف مع الايراني ومنها التحالف مع التركي ومنها الفوضى ومنها مدري شو مليون نصة يعني فالفوضى لعبتنا ملعبتكم تفضلوا بتكون نظام وبتكون قانون وبتكون دولة آمنة وما فيها ارهاب وما فيها الاخر يسحبوا ايديكم الجيوش الاجنبية تاني يوم نحنا بنعمل سلطة مركزية بالشامب نحنا بنحل مشاكلنا ببعض نحنا بنحل تسعين بالمية من الشعب السوري متفق على وحدة سوريا وعلى عروبته لاحد يلعب لعب اخر لا كان علوي ولا لا كان درزي ولا لا حتى حتى بالحسكة حتى نص الشعب الكردي ما عنده مشكلة انه تكون سوريا دولة واحدة وعربية والاخرية ما عنده مشكلة يعطيني حقوقي كإنسان عيش بكرامة بدي أكل واشرب وكذا وما بدي شي تاني فأنا هذا حبيت حطكم فيه اليوم بهدوء يعني بدون ما نعمل وبنقول له أنا لأخوة الكرد يعني لا تعضي الإيد اللي مدت إلك يعني انتو جيتوا لاجئين هربانين خايفين انتو مثلكم مثل الأرمان وقتل إجو بنفس الفترة إجو خايفين وعريانين وهربانين من نظام ديكتاتوري أعدت واشتغلت إلى آخره وأخذت هذاك وعملت لا تعرضوا الإيد لمدة الكون ولا تسق إلى من أحسن إليك يتبع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر